بعث الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية الجديدة وقال وزير الدفاع والإنتاج الحربي في برقيته إن رجال القوات المسلحة يؤكدون اقتداءهم بهدي رسول الإنسانية الذي أرسى نموذجا فريدا لبناء الأمم والأوطان ونبراسا لطريقها نحو الرقي والتطور ماضين تحت قيادة الرئيس السيسي الحكيمة بنبل القصد وصدق الغاية لتنفيذ المهام المقدسة المكلفين بها لحماية الوطن وصون تاريخه وأمجاده ومقدرات شعبه العظيم كما بعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة للرئيس السيسي بهذه المناسبة وبعث الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ببرقيات تهنئة لكل من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وفضيلة مفتي الجمهورية كما بعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة برقيات تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وفضيلة مفتي الجمهورية ترجمة نانسي قنقر